انخفاض غير مسبوق يتعرض له الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي يقابله ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية أثقلت كاهل المواطنين وسط قلق واضح في أغلب قطعات التجارة بسبب تذبدب أسعار صرف العملات الانخفاض الجديد لقيمة الدينار تزامن مع تسريبات عن نوايا أمريكية بفرض عقوبات على مصارف عراقية متهمة بالفساد وغسل الأموال وخرق العقوبات المالية الأمريكية المفروضة على إيران فيما تلتزم حكومة سودان الصمتة رغم علوص راخي قواه المشكلة لها قبل أشهر بوجوب عادة قيمة الدينار أمام الدولار إلى 1200 دينار الاتحاد الأوروبي دخل على خط الأزمة وأكد أن ارتفاع أسعار الغذاء وغياب الاستقرار السياسي والتغير المناخي والجفاف والتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا كلها أسباب ألقت بطلالها على العديد من العراقيين الذين بات جزء منهم غير قادر على سد حاجته الأساسية ولسيما النازحين وهم الشريحة الأضعف في المجتمع مراقبون رأوا أن مزاد العملة في العراق يشكل واحدا من أكثر ملفات الاقتصادية غموضا في البلاد وهو ما يؤكد اقتصاديون من أن المزاد يمثل أحد أبواب تهريب الأموال المسروقة أو المتأتية منه وأبرزها سرقة القرن التي ما زال الغموض يلف إجراءاتها ولسيما أن رئيسة اللجنة المشكلة للتحقيق فيها حنان الفتلاوي كتبت على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي وكأنها ناشطة مدنية متسائلة عن من يجيبها بشأن نور زهير وأين التريليونات وأين موقف محافظ البنك المركزي من انخفاض الدينار أمام الدولار أما لجنة النزهن يبيع التي من المفترض أن هيئة رقابية فهي الأخرى لا تمتلك سوى أطلاق التصريحات ووصف إدارة البنك المركزي بالفاشلة وأنها مسؤولة عن اختلال التوازن الاقتصادي بالعراق وفي محصلة تؤكد أن الضحية مواطن معدى يملك قوت يومه